الخمسة لعيبة الغنيين اللي الاهلي او الافارقة اللي الاهلي جابهم الاهلي استقر على تعاقد على اتنين من خمس وده جيد على فكرة اتنين من خمسة جيد والتلاتة التانيين ممكن الاهلي شوفهم تاني الصف اللي جاي او ممكن يبقى فيه تفاهم مع بعض الاندية ان هما ممكن يبقوا موجودين في اندية اخرى الاولاني بيلعب باكليفت وانا اقولت لكم الكلام ده من فترة والتاني بيلعب مهاجم فالأهلي خلص تقريبا حيخلص الاتنين اللعيبة دول بالمناسبة نعدي أخبار كتير من الأهلي النهاردة والزمالك بالمناسبة علي معلول انتظم في التدريبات وعلى طول لعيب محترف رجع من تونس خلص حكايته دخل التمرين بشكل طبيعي خالد عبد الفتاح دخل المران بشكل طبيعي والأهلي استأنف تدريباته دي صور من التدريبات التدريب كان النهاردة في تمام الساعة السابعة مساء والأمور بتسير على أفضل ما يكون في حالة من التركيز الشديد جدا ونتمنى للأهلي لأنه الأهلي هيبدأ بأول مباراة مع شباب بلوزداد فبالتالي إن شاء الله ربنا يوفق في القادم وتبقى البداية بداية جيدة ده سيدة عبد الحفيز ما تتابقوش قلبك بس النسخة المصغرة يعني مودست بتمرن كويس وسامة أبو علي بتمرن كويس أحمد نبيل كوكا بيأخذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي دول من الولاد الصغيرين والدكتور جابالة قال إن كوكا عدى مرحلة مهمة جدا من العلاج الطبيعي وبدأ يجري حوله الملعب إن شاء الله قريبا حيخش فيه التدريبات الجمعية بصورة طبيعية أما كريم ندفت فالحمد لله شفية من إصابته واتمره النهاردة التمرينة كاملة لكنه التأسيمة بقى اللي اتعملت هو كان خارجها بيبدأ برضو يتجاهز بشكل جيد حظه سيء جدا كريم ندفت ده بالنسبة للمصابين ودي معظم أخبار النادي الأهلي لا يوجد جديد في النادي الأهلي الأمور تسير واللعبة بتوع المنتخب حينتظم يوم 6 أنا كنت متخاني الأجازة أسبوع دي من ساعة ما خارج ولا حينتظم يوم 6 والمباراة من 16 والراجل شايف إنه 10 تيام دي كافية جدا وشايف إنه ده منطقي وطبيعي محمد الشناوي حارس مرمى مصر والنادي الأهلي حيكون في النادي الأهلي يوم الأحد بعدما أجرى العملية الجراحية حييجي للفرقة دكتور بقى حيبص عليه وكان سافر معاه دكتور وفائي طبيب اللي موجود في النادي أيضا المختص بالتأهيل والعلاج الطبيعي وأمور الفريق نظرا لأنه الفريق كان ساعته في معسكر الإمارات ودكتور رحمة جابالله كان موجود معاهم وشناوي حيكمل علاجه الطبيعي إما في ألمانيا زي ما عمل العملية وإما في سباير في قطر لكنه إن شاء الله هيكون في النادي يوم الأحد المقبل بإذن الله دي كل أخبار النادي الآن